موسيقى في الحلقة دي هتكلم معك على Tools Bar والCustomize بالنسبة للTool Bar كلمة Tool Bar كلمة Tool اللي هي الأدوات والBar اللي هو الشريط فمسلا الشريط اللي عنك دوت بنسميه بعض التول بار بس ده المين ده الأساسي بتاعك حتى لو دوست فائد كليك هنا اسمه المين تول بار ده الأساسي أريد أن أغير مكانه تولد كليك على المكان دوت وأعمله موف في الـ Free Space عندك أو حتى هاتو على الـ Vertical Horizontal في أي مكان يأخذ الشب بتاعه سأجيبه هنا في الـ Standard أريد أن أضيف Tool Bar تاني لو دوست فائد كليك بالشكل دوت في المكان ده أو عندك لو في مكان فاضي عندك كل دي ممكن أضيفه هات مثلا الليار بالشكل دوت بقت عندك التول بار بتاع الليار أريد أن أضيفه مع المين تول بار خليبك أضيفه معه مش هيكون في نفس التول بار يعني هيكون تول جنب التول بار ده تول بار وده تول بار تاني ده اسمه الليار وده اسمه المين فلو جبت دوت هنا مثلا بشكل دوت بقى قبل المين تول بار بس في نفس الشريط ولو حبيت أعمل مودفايل لموف مثلا هو الواحد وهيبقى موف مش مع المين تول بار مع أنه خد نفس الشريط تقريبا فأعيز أجيبه هنا مثلا تحتيه أجيبه تحتيه عايز أجيبه معه أجيبه Vertical Horizontal زي ما عملت مع المين وهتكليك هنا وإلغيه أو من هنا برضه هتكليك والغيه أو أضيفه بنفس الـ Sequence أضيف أي تول بار تاني دلوقتي عندي بقى لو عايز أعمل واحد بالـ Command بتاعتي اللي أنا بحتاجها دايما فهاجي هنا يا إما من المين مينو عندك الـ Customize عندك الـ Customize User Interface وفيه عندك هنا الـ Toolbars دي كلها الموجودة عندك اللي هي نفسها اللي ودوست هنا وغيرت تلك بالشكل دوت هي دي الموجودة عندك ممكن بعضه Customize من هنا من نفس المكان بتاع الـ Customize وهاجي بعضه كأنه دوست على الـ Customize User Interface نفس الدالوجه هو دعليه عند الـ Toolbar ودوست على نين شوف الاسم اللي انت عايزه سميئي X مثلا Toolbar أي اسم محتاجه يعني دوس على أوكي فهو دوت الـ Toolbar بتاعك الصغير ده مفروش أي حاجة هاته هنا مثلا في الـ Empty Space تعال هنا عند الـ Group مثلا شوف اللي انت عايز تضيفه عندك هات مثلا وليكن تعال عند الـ Main UI مثلا دي كلها Tools عندك او تعال حتى بداش جديد تعال وليكن عند حاجة تانية تعال انت اطلع فوق مثلا عند الـ Close دوت عندك وليكن Get Group hold drag وعاته عندك هنا بقى موجود عندك في الـ ExToolbar طبعا في حاجات لها ايكون في حاجات ملاش ايكون خلي بالك من وطلع تعال هنا مثلا بالشكل دوت عندك حاجة تانية شوف حتى الـ Cube بتاعك عندي هنا مثلا الـ V Cube عندي مثلا الـ Home بالشكل دوت تهلده دجوة عندك هنا طبعا ممكن ايجي عند كلمة هم ديت او الـ Get Group واعمل Edit لـ Button Appearance واغير الاسم بتاعه سواء يظهر بـ Text او بـ Image لـ Option عندك لكن الفضل يكون كل حاجة بالـ Standard بتاعه انت بتجيبه في Toolbar بتاعك انت بدي اسم بتاع التولبر بس الـ Command نفسه ما تحوش يتعدل فيه كمسمة ممكن اضيف يعني مثلا ده ايجي هنا عند الـ Home هو الـ Home انا فاهم ان ده بتاع الكيوب واجي قبلي اكتب كيوب مثلا ده Option دي لكن تعدل المسمة كامل بلاش هاجي دلوقتي لو عايز اسايف Toolbar جديد بتاع بدوس على Save بشكل دوت بشوف المكان انا عايزه طبعا ده الـ Extension بتاعه بشكل دوت بقى عندي موجود هنا دلوقتي حتى لو عايز اعمل تشكل الـ Home دوت كأنه الـ Home اللي عندي هنا في الكيوب دعلي اعمل اي حاجة بوكس مثلا بيه في الشكل دوت بقى اي اتفاع عايز تعمل عايز اجي ادوس على الـ Home لا هدوس على الـ Home هنا كأن يدوس على الـ Home فده عندك الاسلوب اللي نستعمله لو انت عايز تعمل Toolbar جديد Customize بالـ Comment بتاعتك حسب الاستخدام بتاعك عايز اجيبه بقى في اي مكان زي ما عملت مع اي Toolbar اجيبه هنا اجيبه فوق اجيبه مع المين Toolbar ده Option عندك فقصعدت